السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا ربكم بخير الفيديو بتاع النهاردة بازن الله هنتعلم مع بعض ازاي نسرع ويندوز عشرة و ويندوز حداشر باستخدام اداة رهيبة لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو لنهاية قبل ما نبدأ الفيديو بتاع نهاردة حابب ان انا اوري لحضرتك استهلاك والرامات الموجود على جهاز الكمبيوتر بتاعي وادي ايه العمليات اللي بتتم فيه الخلفية وان هي عمليات كتيرة وبتستهلك جزء كبير جدا من المعالج الموجود على الجهاز لو حضرتك رحت على مدير المهام وبصيت على وحدة المعالجة المركزية الموجودة على الجهاز هتلاقيها تتراوح ما بين تلاتة وسبعين واتنين وتمانين او تلاتة وستين يعني عملا تطلع وتنزل ولو بصيت هتلاقي العمليات اللي بتتم في الجهاز مية تسعة وستين عملية تمام بالاضافة للعمليات الجزئية ولو رحنا على ازاكرة المستخدمة هتلاقي ان الجهاز بيستهلك حوالي اربعة جيجا ونصف طبعا ده قبل ما نستخدم الاداة اللي هنستخدمها في تقليل وتخفيف وتسريع الويندوز سواء كان ويندوز عشرة او ويندوز حداشرة الخطوة الاولى اللي احنا هنعملها ان احنا نفتح المتصفح الخاص بنا ونيجي في خانة البحث الفقدية نبدأ نعمل لاصق للرابط اللي اما ان شاء الله هتركه لك فقال بسندوق الوصف نضغط على انتر ايبدأ يفتح معاك اه الموقع هنبدأ ننزل ناخد اللي هو الرابط الاولاني ده ناخده كوبي تماما نبدأ في الصفحة بتاع المتصفح احنا اصبحنا مش في احتياج ليه هنبدأ ننزل على شريط المهام وفي خانة البحث اللي تحت ديت هنبدأ نكتب كلمة باور ومجرد ما نكتب كلمة باور هيظهر معانا فوق حاجة اسمها الباورشيل نبدأ نقف عليه كليك مين ونبدأ نعمل له عملية تشغيل كمسؤول دي خطوة مهمة كتير وفي نفس الوقت لازم حضرارك تكون في الوقت دوت على اتصال بالانترنت هيفتح معك الباورشيل بالصورة اللي حضرتك شايف هدية هننتظر لحديث ما يتم تحميله بالكامل تمام كده هوت بعد ما يتم التحميل كل انت هتعمله وقت تعمل كليك يمين هتلاقي الرابط اللي احنا خدناه من الموقع تم لصقه زي ما حدرك شايف نبدأ نضغط على انتر وننتظر لحين ما الاداة تفتح معانا طبعا الاداة تفتح معانا بالصورة اللي حضرتك شايف هدية هنبدأ نروح على الخيار التاني من فوق اللي هو خيار هيظهر معانا التويكس بالصورة ديت هنبدأ نختار الخيار من فوق اللي هو او الخيار هتلاقي في مجموعة من الاشياء تم التعليم عليها وبعد كده ننزل تحت نعمل اه ران تويكس بعد كده هتبدأ الى ده في عمل اه نقطة استعادة لجهاز الكمبيوتر الخاص بيك بحيس ان لو حضرتك حبيت تراجع عن التغييرات اللي انت هتعملها على جهاز الكمبيوتر يبقى في امكانية ان انت تعمل عملية تراجع وترجع الجهاز الكمبيوتر بتاعك اه بدون اه التعديلات اللي احنا بنقوم باجراءها لتسريعه هننتظر لحين الانتهاء من عمل نقطة استعادة بعد الانتهاء من نقطة الاستعادة هتبدأ الى ده في اه ايقاف كل الخدمات اه والتطبيقات اللي بتتغلها شركة ميكروسوفت والمستخدم العادي ما بيستفيدش منها باي شيء هننتظر لحين الانتهاء من عمل نقطة الاستعادة بعد الانتهاء من عمل نقطة الاستعادة بنجاح زي ما حدرك شايف كده هتبدأ الى ده في ايقاف كل الخدمات اللي شغالة في خلفية اه الويندوز زي ما حدرك شايف كده كل الخدمات اللي شغالة هيتم ايقافها كل المطلوب من حضرتك في الوقت ده ان انت تنتظر لحين الانتهاء من مثل هذه الاوامر طبعا الى ده بتنفذ الاوامر بتاعتها بنجاح زي ما حدرك شايف هيبدأ يتم تنظيف القرص الصلب الخاص بك اللي هو برتوشن السي من حزم برامج التشغيل طبعا عشان تستفيد من المساحة كاملة وفي نفس الوقت بيتم تسريع جهاز الكمبيوتر هيتم المساح برضو ملفات موارد اللغة اللي انت مش في احتياج بيها لها على الوقت بيتم تسريع جهاز الكمبيوتر بعد كده هتبدأ مرحلة تانية وهو هيبدأ يعمل عملية تنظيف لكل البرتوشنات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بحيس ان هو يمسح الملفات اللي انت مش في احتياج لها زي ما حدرك شايف كده كل الخدمات اللي انت مش بتستخدمها هيتم يقافها هيتم طبعا تنظيف برتوشن سي من ملفات تحديث طبعا زي ما حدرك شايف كده عملية توكس خلاص انتهت بنجاح هننتظر لحين الانتهاء من تنظيف البرتوشنات الخاصة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك هيبدأ يخلص برتوشن سي وهيدخل على باقي البرتوشنات تابع معي الفيديو زي ما حدرك شايف كده هيبدأ ينظف باقي البرتوشنات كل انت هتعمله تسيب بالموضوع لحين الانتهاء زي ما حدرك شايف تم عملية التنظيف هتبدأ تضغط على كلمة موافق كده احنا انتهينا من تنفيذ كل المهام كل ما انت هتعمله بقى تعمل عملية اغلاق للباورشيل بعد اغلاق الاداء المطلوب من حضرتك في الوقت دوت ان انت تعمل اعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر عشان الاوامر اللي احنا ادناها دية للجهاز تصبح نافذة المفعول ده وقت حضرتك انا هعمل اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر وارجع عليك مرة تانية بعد اعادة التشغيل تابع معايا الفيديو للنهاية بعد اعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك هنروح رايحين على شريط المهام نعمل كليك امين وبالكات شغل مدير المهام عشان نعمل مقارنة بين اداء الجهاز قبل وبعد استخدام الاداء هنبدأ نروح على اللي هي الاداء ونروح رايحين على وحدة المعالجة المركزية لجهاز الكمبيوتر الخاص بنا هنلاحظ ان العمليات اللي كانت شغالة بعد ما كانت 169 عملية انخفضت لمية واربعتاشر عملية وهنلاحظ ان اداء البروسوسور بتاعنا بعد ما كان حوالي 85 او اكتر من 85 نزل 43 يعني تقريبا الاداء نزل للنص ونفس الوقت قال لنا عدد كبير جدا من العمليات اللي كانت شغالة في خلفية جهاز الكمبيوتر لو بدأنا نروح على الذاكرة المستخدمة على الجهاز هنلاقي ان هي نزلت لقرب الاربعة جيجا بالضبط طبعا فيه فرق كبير جدا فيه اداء جهاز الكمبيوتر قبل وبعد استخدام العملية وطبعا ده انت هتلاحظه لما تبدأ تدي الجهاز مجموعة من الاوامر هتلاقي فيه سرعة كبيرة جدا فيه تنفيذ هذه الاوامر طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت الشيء الجديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته